بس عايز اسألك سؤال من خلال الكلام اللي انت قلته ومن خلال مباراة اللي جاي مباراة سينبا انت قلت ان النادي الاهلي يمكن كان جزء شوية عملية الاجهات بالنسبة للعيبة الدولية كان عندهم مشوار دولي وبعدين رجعوا على المشوار الافريقي دلوقتي انت اهلت حسن هل تفتكر ممكن مسلماني يعتمد بشكل كبير في مباراة سينبا انت عارف عندنا سينبا وعندين عندنا مباراة النصر في كاس مصر يعني ممكن ان مسلماني يفكر ان هو ده الوقت الوحيد يمكن اللي ممكن جدا يريح في بعض اللعيبة المرهقة بدنيا شوية ويدي فرص للعيبة تانية يعني يشوفها من خلال المباراة مش مؤسرة على النتيجة مش مؤسرة على شيء وبالتالي عنده مساحة ان هو يجرب بعض اللعيبة وفي نفس الوقت يكسب انه يريح مثلا اللعيبة زي افشا محمد هاني بتكلم على لعيبة مجهدة بدنيا انا شايف انه ضروري جدا المباراتين اللي جايين نريح فيهم نعمل روتيشن ضروري جدا مش ممكن الجمهور مثلا لو لو قدر الله خسرنا يزعل بس انا بتكلم على الفايدة البعيدة الفايدة البعيدة ايه انا عندي لعيب زي افشا ده بتلعب كل المباراتين بتلسى اسألك مين اللعيبة اللي انت شايف يعني من وجهة نظرك انها لأ مجهدة لو استمروا على هذا المنوال تعرف شهر برين عندنا سبع او ثمان مباراتين كل يومين مش كل ثلاث ايام مباراتين انا شايف ان اللعيب زي افشا ده محتاج اه ان احنا نريحه الماتشين ليه لانه لعب ماتشات كتير قوي وخاصة كمان ان انت عندك وليد سليمان رجع وعندك ناصر ماهر رجع فانت لما تديهم ويجيبوا جوان هيعمل منافسة وفي نفس الوقت برضو افشا هيرجع اليهم نفسة وهيريح فدي برضو هتعمل نوع من تخلق دافع جديد الافشا وللفرقة فعشان كده لازم بعد اللعيبة في الفترة الجاية يحصل روتيشن في الماتشين دول تحديدا ليه عشان انا الماتشين دول انت سواء كسبت او خسرت انت سعت تاني خلاص فانت تريح وتدي فرص فيه لعيبة زي مين ممكن تاخد فرص ناصر ماهر وليد سليمان صلاح محسن قدام فيه وولتر بواليا ممكن تكسبه اننا شايفين في الارقام بيوصل كتير بس عنده الفينيش وحش جدا الوراء احمد رمضان بيكهم عندك رامي ربيعة عندك محمود متولي لو رجع عندك معلول ممكن ياخد في الشمال لو رجع ممكن تدي له ماتش ياخد ياخد الحساسية حراسة المرمة محمد الشناوي برضو محتاج يريح بقاله في الفترة بيلعب بشكل مستمر محتاج يريح عشان الاصابات في ماتش زي ده يعني ممكن تدي فرصة لعلي لطفي تدي فرصة لمصطفى شبير في مباراة الكاس دي هتفرق كتير جدا نيجي بقال الارتكاز انت عندك اصابة واحد زي حمد فتحي طبعا انت مش هتغير كل ده في ماتش سنبا طبيعا انت بتتغير تبقى خمسة او اربعة او خمسة بالكتير بتدي لهم مثلا افشاش الناوي هاني لهم بتوعي المنتخب تحديدا اللي بيلعبوا باستمرار بحيث ان انت برضو تنزل مباراة مباراة سنبا برضو ان انت عايز تكسب عايز تخلق دوافع جديدة ففي نفس الوقت هتدي لعيبة اللي هي لعبة المنتخب تريحها فدي طبعا مسماني اكيد ليه حسابات اول طبعا احنا اه دي انا بقول وجهة نظر يعني ان ممكن تتريح اربعة او خمس لعيبة في المباراة دي بحيث ان انت تكسبهم بعد كده وفي نفس الوقت تدي لعبة جديدة احنا اتكلمنا في لعبة بالهبل تقدر تاخد فرص صلاة برضو في الارتكاز اكرم توفيق احمد رمضان بيكم ربيع عام تولي اتعندك في كل مركز في النادي الاهلي لعبين وتلاتة كويسين وبالتالي اعتقد ان لما تكسب لعبة زي دي في المباراة دي انت بتبني بدايل لما لقدر الله حصل اصابات في الشهر ده ما خافش